زيارة استثنائية لوضع النقاط على الحروف ومناقشة ملفات معقدة ربما تتجاوز في بعدها لإقليمي أنقرة وبغداد رئيس التركي رجب طيب أردوغان زار العراق لأول مرة بعد 13 عاما لمناقشة أكثر من ملف شائك منه الأمن والاقتصادي والنقل أكثر من 30 مذكرة تفاهم متعددة الجوانب بين العراق وتركيا أبرزها الأمنية والمياه والاقتصادية والطاقة والنقل هذا كان من المفترض تطبيقه واقعيا إلا أن الرغبات غير الحقائق على ما يبدو تطبيق مذكرات التفاهم على أرض الواقع قد تصطدم بعوائق تتعلق بالحالة الأمنية والسياسية في العراق كما يقول مراقبون فما عدى المشاريع الاقتصادية وملف المياه التي من الممكن حل حالتها تأتي معضلة حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا بسبب ارتباطاته الإقليمية التي تعبر العراق والحديث هنا عن إيران التي حولت ميليشيا بيكاكا مقرها الرئيس إليها حيث تستخدمها طهران كأداة ضغط إقليمية كما أكد موقع نيولاينز الأمريكي تحقيق الأمن أولا هو مفتاح حل القضايا المتبقية هذا ما يقوله باحثون في الشأن السياسي وتؤكده وقائع الاتفاقات الاستراتيجية بين الدول ولهذا فإن أنقرة مصرة على المنطقة الآمنة وضرب بؤر البكاكا ليبقى السؤال فيما إذا كانت حكومة السوداني تمتلك قرارا سياديا يخولها التعاون مع تركيا لفرض الأمن هذا ما يشكك به مراقبون إذ سبق لحكومات بغداد المتعاقبة من ذنور المالك مرورا بالكاظمي أن تعهدت بالتعاون مع تركيا في هذا الملف لكن ذلك لم ينفذ بسبب الارتباط الوثيق بين ميليشيات الحشدي والبكاكا برعاية إيرانية محاولات عربية وإقليمية سابقة لاحتواء النظام القائم في العراق والتعامل معه على افتراض أنه قادر على اتخاذ القرارات السيادية من تلقاء نفسه فإذا بالمحاولات تبوء بالفشل وربما سببت توترا عند الأطراف التي حاولت احتواء هذا النظام